ضمن لنا عبد الباقي العوض مراسل الحرة من الخرطوم. عبد الباقي كيف كانت الساعات الماضية؟ هي ساعات صعبة بما تحمل هذه الكلام. معنى الأجواء العاصمة السودانية خرطوم منذ ليلة البارحة. وحتى الآن هي مفروض عليها ربما غطاء جويا كتيفا من قبل القوات الجو. التابعة للجيش السوداني التي تنفذ طلعات جوية على مدار الساعة. خاصة في المحور الجنوبي من العاصمة السودانية خرطوم. حيث تتمركز قوات كبيرة من قوات الدعم السريع في منطقة ليست ببعيدة عن مدينة جياد الصينائية. الآن نستمع إلى أصوات المضادات التي يستخدمها قوات الدعم السريع في مواجهة الطائرات التي تأتي في سماع الخرطوم. في الاتجاه الجنوبي في هذا الاتجاه. يبدو أن هناك غارة جوية لسلاح الجو في هذا الأثناء. وبتالي فإن هذه هي الحالة التي تعودنا عليها منذ صبيحة هذا اليوم. وحتى هذه الساعة. وبطبيعة الحال هناك اشتباكات ترافق هذه الطلعات الجوية والضربات الجوية لقوات الجو في هذا المحور الجنوبي. على وقت الخصوص. هناك اشتباكات اليوم كانت عنيفة جدا في منطقة شرق النيل. بأحياء مختلفة هناك في منطقة الجريف شرق. وكذلك في منطقة الفيحة. بالإضافة إلى منطقة الحاج يوسف. ودال السلام. بالإضافة إلى أجزاء أخرى أيضا من أحياء كافوري والحلفاية. وكذلك في منطقة شمبات التي شهدت اشتباكات تعنيفة. وما بين قوات الدعم السريع. وما بين قوات الجيش التي ربما بدأت الانتشار بشكل راجل. وبشكل أيضا ربما مكتف في محاولة بطبيعة الحال. وكما أعلنت القيادة العامة يوم أمس. في محاولة لإزالة تمركزات قوات الدعم السريع. لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية. أن هناك انتشار كثيفا لقوات الدعم السريع. في أحياء مختلفة من عاصمة السودانية وخرطوم. يبدو أن قوات الجيش تحاول بطبيعة الحال إزالة هذه التمركزات. فيما أسمتها بعمليات المسح والتنظيف لهذه الاشتكازات. الوضع ليس استثناء في مدينة أمدرمان. على وجه الخصوص وتحديدا في مناطق الجنوب الغربي من مدينة أمدرمان. وكذلك مناطق أمبدة المنصورة تحديدا التي شهدت اليوم اشتباكات عنيفة. وتبادل لإطلاق النار. ما أدى إلى سقوط أعداد من المدنيين جراء هذه الاشتباكات بين الجانبين. اليوم شاهدنا ستة جثامين يحملها ربما دوها. وقاموا اليوم بسترية في إحدى المغابر القريبة من منطقة أمبدة. الوضع أيضا ما يزال محتقن. على الرغم من أن الجانبين كان قد اتقذوا قرارا أو وافقا على الدخول في هدنة مدة 72 ساعة. لكن الآن الجديد في هذا الموضوع أن الجيش السوداني أيضا تحدث على أنه رصد خروقات متعددة لقوات الدعم السريع. دفعته بطبيعة الحال إلى أنه لا يلتزم بهذه الهدنة. وتحدث وأشار إلى أن قوات الدعم السريع قامت بقصف محيط القيادة العامة أكثر من مرة. بالإضافة إلى أن عناصره قامت أيضا بإطلاق النار في مواجهة القوات المسلحة أكثر من مرة. بالإضافة إلى أن قوات الدعم السريع أيضا هاجمت قوات الشرطة في مواقع مختلفة واستورت عليها. كل هذه ذكرتها القوات المسلحة في بيانة صدر اليوم. وقالت أن ذلك لا يؤكد نية قوات الدعم السريع في الاستمرار في تنفيذ الهدنة التي تمت الموافق عليها. مؤخرا هذه الأوضاع يبدو أنها متصاعدة بدرجة كبيرة. خاصة أن هناك محاولات من الطرفين المستمرة للتجيش والحجد وتركيز القوات على مناطق محددة. بطبيعة الحال الآن للطرفين يركزان قوتهم العسكرية بشكل أساسي على محيط القيادة العامة ومطار الخرطومة الدولي. الذي بدأت اليوم منه ربما عمليات إجلاء لبعض رعاية ودبلوماسية بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطومة اليوم. تأكد بالفعل أن المملكة العربية السعودية مثلا نجحت في إجلاء عناصرها بالإضافة إلى الأردن. وهناك ربما بعض الدول الأخرى في طريقها لإجلاء عناصرها من الخرطومة. هو الوضع وفقا لهذه القرارات. ووفقا لهذه القرائل يبدو أنه يتجه نحو مزيد من التعقيد والتصعيد ما بين الجانبين. ولكن الخطورة التي بدأ البعض يتحدث عنها هو أن وثيرة هذه الاجتباكات يخشى أن تتمدد نحو بعض المناطق التابعة لولايات أخرى مجاورة لخرطوم. من بينها بطبيعة الحال ولاية الجزيرة التي تتمركز في نهايتها الشمالية. قوات ضخمة لقوات الدعم السريع بدأ سلاح الجو منذ نهار هذا اليوم التعامل مع هذه القوات. ما أدى إلى تقهقرها نحو بعض القرى القريبة من الشريط الفاصل ما بين الخرطوم وما بين ولاية الجزيرة. فيما عدا ذلك. لوضع في بعض الولايات الأخرى بطبيعة الحال أولاء الولايات في شرق السودان. وكذلك الولايات في الوسط. بالإضافة إلى بعض ولايات الغرب الوضع فيها مستقر وهادئ. فيما عدا فقط مدينة الفاشر. التي دخلت أيضا في هدنة يبدو أنها ثابتة أكثر مما هي عليه في الخرطوم. لجهة أن هناك بعض الأهالي أو زعماء لدارة أهلية هناك تواصلوا. وكذلك مع السلطات. وكذلك تواصلوا مع قوات الجيش ومع قوات الدعم السريع. وأقنعوهم بضرورة وقف إطلاق النار. والسماح للمدنين بمعايشة حياتهم بشكل طبيعي. هذه التجربة الاستثنائية يبدو أنها في طريقها إلى التعميم في بعض الولايات المجاورة. خاصة الولايات وسط دارفور. وكذلك ولاية شرق دارفور. وكذلك ولاية غرب كردفان. هذه الولايات الثلاثة حتى هذه الساعة. لم نشهد ولم نلحظ أن هناك ربما اشتباكات وقعت ما بين قوات الجيش ومع قوات الدعم السريع. وهناك تأكدات ربما على أن هذه التجربة يمكن أن تحمي المدنيين في تلك المولايات بقدر كبير. شكرا لك عبدالباقي العوض. سنتابع معك التفاصيل أولا بأول عند كل جديد.